أهلا بكم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد براشد المكتوم قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تمديد العمل بالتدابير الوقائي التي تم اعتمادها من قبل اللجنة بداية شهر فبراير الجاري واستمرار تطبيقها حتى منتصف شهر إبريل 2021 وتحديدا حتى مطلع شهر رمضان المبارك وفي ضوء القرار الجديد فسيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تم الآلان عنها وتطبيقها اعتبارا من الثاني من فبراير الجاري حيث سيتم الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعالية الترفيهية ورياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع تعزيز الإجراءات الوقائية إضافة إلى عدم تجاوز أعداد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفدادق ومستقدم أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشأة الفندقية بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان كما ستكون الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموعد الأقصى لغلاق المطاعم والمقاهي في دبي مع مواصلة أحكام رقابة وتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات الرقابية لتأكيد تطبيق بروتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات وفقا لما هو معلن ومعمول به في هذا الخصوص